اذا كترة عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات Top 300 Medication in Pharmacy هنتكلم عن مجموعة من الأدوية اسمها Proton Pump Inhibitors او اختصارا الPPI بس قبل ما نبدأ اتمنى دايما تكونوا بتستفيدوا من المحتوى ان انا بقدموا ياريت لو بتستفيدوا تتفعلوا مع الفيديوهات عشان اقدر اكمل الProton Pump Inhibitors او الPPI دول مجموعة من الأدوية حوالي 6 مواد فعالة بينتموا لهذه المجموعة المجموعة دي بتستخدم كFirst Line Treatment for Peptic Ulcer Disease او بتعالج او بتمنع قرحة المعدة سواء Stress Ulcer او N-Seed Associated Ulcers او القرح اللي بتبقى نتيجة الاستخدام المفرط لأدوية N-Seeds او Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs كمان بتستخدم Symptomatic Relief للDyspepsia والGERD او اتجاع الحامض في المريء وكمان بتستخدم كأحد الأدوية من ضمن مجموعة أدوية من ضمنهم الانتيبيوتكس في علاج الهيليكوباكتر Pylori Infection او H-Pylori وده يعني بكتريا مميزة للمعدة بكتريا بتصيب المعدة وبتسبب Ulcer لو ما تعالجتش وبتسبب أعراض تشبه أعراض الحمودة او الDyspepsia او الجيرد ولو ما تعالجتش ممكن تسبب ألسر ولو تم إهمالها لفترة طويلة ممكن كمان تسبب أورام زي ما اتفقنا الProtein Pump Inhibitors هو حوالي 6 مواد في المجموعة دي أشهرهم الأوميبرازول الأوميبرازول موجود في أدوية كتير قوي سواء لوحده او أحيانا بيبقى معاه السوديوم بايكربونيت لو لوحده زي الأوميباك والأوميز والبيبزول 40 ملي و20 ملي فيه كمان رايسك 40 ملي ورايسك 20 ملي في الأوميبرال أوميجاسترازول نابيزول نابيزول 20 ملي و40 ملي موجود كمان من النابيزول فورم بدل ما هو تابلت موجود في صورة IV Infusion في صورة Vial موجود في اللاسك في الهيلسك في الهايبوسك كل دول في منهم تركيزات 20 و40 وكمان 10 ملي موجود في الجاسترولوك بصوا أسماء كتير قوي تجارية فاستكيور فاستكيور 20 و40 ملي يعني فيه أسماء كتير قوي تجارية بتحتوي على الأوميبرازول أنا جبت لكم السور بتاعة أشهر أسماء فيها مشهورة ممكن انتو تقدروا ان انتو تاخدوا ده كترينينج ان انتو تطلعوا الأسماء التجارية كلها أو تشوفوا المتوافر لو انتو بتتدربوا أراضي في صيدلية ممكن تشوفوا المتوافر من المواد دي في الصيدلية زي ما اتفقنا بصوا شوفوا مادة واحدة فيها كام تريد نيم أكيد أكيد مش هتلاقي في كل الصيدليات كل الأدوية لنفس المادة الفعالة ممكن صيدلية تلاقي أشهر دوين شغالين في الحاجة دي مثلا بيرزول ونبيزول بس ما تلاقيش الأوميز صيدلية تانية مثلا عشان الأوميز يمكن سعره أقل شوية تلاقيه هو اللي شغال أكتر في صيدلية تانية وتلاقي مثلا بقية الأصناف اللي من نفس المادة أو من نفس حتى الجروب تلاقيها لعبة شغالة قوي لأنها غالية يعني على حسب الصيدلية اللي انتو فيها ممكن تستغلوا القصة دي في أن انتو تتدربوا تبدأوا تروحوا تشوفوا إيه اللي موجود من المادة دي عندي شكل العلبة إيه طبعا إحنا اتفقنا أن الحاجات دي ما هيش حاجات أساسية شكل العلبة والأسعار دي حاجات ممكن تتغير لكن إحنا نقدر نعرف البيسيكس وبعد كده بقى نتعامل في أي صيدلية في أي مكان سواء في مكان عادي أو منطقة شعبية شوية هتتحكم فيها شوية قصة السعر بتاعة الدواء لكن غير كده انت بتكون مليم بكل المواد الفعالة فخلاص مش هيفرق معاك قوي المهم أن انت تكون عارف أشهر طبعا زي ما اتفقنا أشهر تريد نيمز في الأومي برازول البيبزول والنبيزول والأومي باك إلى حد ما وبرضو الأوميز برضو شغل تمام؟ وزي ما اتفقنا الأدوية دي هي اللي فيها الأومي برازول بس لكن برضو الأومي برازول ممكن يكون هتلاقيه موجود في بعض الأدوية معايا السوديوم بيكربوني ده بسبب ايه؟ بسبب انه الجروب ده كله بروتون بومب انهيبتورز كلها برو دراج برو دراج يعني لما بتدخل الجسم بتبدأ تتحول للاكتف فورم بتاعه تمام؟ البروتون بومب انهيبتورز عمدا بتتأثر بالبي اتش فهي غالبا هتلاقيها في صورة تابلتس ستبقى انترك كوت التابلتس يعني بيحصل لها ديز انتجريشن في الديودونم وبعد كده بتبدأ يحصل لها ابزورشن وتروح بقى على التارجت سيلز بتاعتها اللي هي البروتال سيلز اللي احنا هنعرفها وقت لما نجي نتكلم عن ميكانيزم في اكشن تمام؟ فبدأوا انهم يحطوا الأومي برازول في تابلتس مع ستوديوم بيكربونيت بحيث ان هي اتعلي الجسر كبي اتش شوية فتحمي التابلتس من الديجراداشن تمام؟ طبعا لحد ما توصل للديودونم ويحصل لها ابزورش اوكي؟ غالبا اللي بيبقوا معهم ستوديوم كربونيت دول ممكن تلاقيهم في صورة تابلتس بس غالبا بتبقى ساشتس يعني هتلاقي كمان صورة ساشتس موجودة في مثلا التريتو أل ده أومي برازول وصوديوم بيكربونيت كابسولز في الزرو برازول بردو ده بردو أومي برازول وصوديوم بيكربونيت في كمان ستومي جاس وستومي جاس ده ممكن تلاقي منه كمان ساشتس يعني هو في كابسولز وفي منه كمان أورل سسبنشن في شكل ساشتس تمام؟ تاني مادة في البرودون بومب انهيبتورز ده هو البنتو برازول البنتو برازول موجود في تريت نيمز كتيرة ولكن أشهرهم وأغليهم هو الكنترولوك من أحسن الأدوية اللي بتحتوي على البنتو برازول وكمان في بقى حتلاقي أنتو برول حتلاقي بنتو لوك ديل بنتو باي ببتو لوك هتلاقي برضو دايما بتتراوح تركيزاتهم ما بين العشرين ميلي والاربعين ميلي في كمان زوركال زوركال برضو في منه عشرين ميلي واربعين ميلي ده بنتو برازول بس في منه تابلتس وفي منه كمان IV infusion vial تمام؟ طيب في كمان تالت مادة الإيزومي برازول ده برضو من الأدوية اللي فيها تريت نيمز مشهورة زي الناكسيام دي صورتو جبتها لكو هو في منه تركيز عشرين واربعين وفي منه كمان خلي بالكو كل البي بي او هتلاقي في منها عيلة بسبع قرص بس يعني عيلة بكلها يبقى فيها سبع قرص بس وفيه 14 قرص تمام؟ والنيكسيام دي مثلا فيها 28 قرص اوكي يعني احنا متعودين دايما الأدوية بتبقى اما عشرين قرص اما عشر قرص اما تلاتين قرص لا الأدوية دي بتبقى سبع قرص او 14 قرص وفيه أنواع بيبقى فيه منها 28 قرص تمام؟ فيه كمان الإيزو جاست ده برضو إيزومي برازول نيكسي ماش نيكسي كيور إزمتاك كل دي تريد نيمز لنفس المادة فيه كمان اللانزو برازول زي الجاسترو كيور والقرابي برازول وده أشهر دوا فيه هو البارت البارت ده يعني يعتبر من أغلى أنواع البي بي آي هو والكونترولوك والنيكسيام دول أغلى ثلاث أنواع بالنسبة للأسعار عامتا هي البي بي آي كمجموعة لعلاج الألسرز هم يعتبروا سعرهم عالي لأنه يعني أنت ممكن تلاقي علبة مثلا بحاجة و 30 جنيه بس ستلاقي فيها 7 قرص فالسبع قرص بحاجة و 30 جنيه دي يعني إلى حد ما نسبيا سعرها غالي شوي لكن مثلا نيكسيام والبارت والكونترولوك البارت ده مثلا عيب فيه 14 قرص بـ 142 جنيه تمام النكسيام برضو سعره غالي فهي كدراك جروب يعني أصلا سعرها مرتفع شوي تمام طبعا دي مسألة نسبية زي ما قلنا الأسعار أصلا بتختلف بس أنا بقولكو معروف أنه الجروب ده من الأدوية بيبقى سعره مش قليل يعني تمام طيب أو مقارنة بالأدوية اللي بتعالج نفس الأمراض بيبقى سعرها مرتفع شوي تمام رابي برازول قلنا أشهر اسم فيه هو البارت وفيه كمان يعني مادة ستة تعتبر يعني مشتقة من لانزو برازول اسمها ديكسلانسو برازول ويمكن أشهر دوا فيها هو الديكسلانت حاول برضو تجيب الصورة بتاعته كنوع من أنواع التدريب أو تشوفه لو موجود عندك في الصيدلية اللي بتتدرب فيها بس يعني دول يعتبروا المواد الأساسية ممكن على فكرة تلاقي مشتقات تانية بدأت تطلع لأنه طبيعي أنه الشركات بتبدأ تدور من الموليكيول لو قدرت توصل لحاجة تتغلب مثلا على أنها بتتعرض للديجراديشن مثلا في اللو بي اتش أو في الأسيديك بي اتش مثلا أو تديها يعني وقت أطول للإفكت بتاعها وهكذا تمام بس دي المواد الأساسية الجروب ده بيشتغل ازاي؟ أو إيه الميكانيزمه في أكشن بتاعه؟ هو زي ما اتفقنا هو بي بي اوي أو بروتون بومب انهيبتور يعني بيعملوا انهيبشن للبروتون بومب أو المسؤولة عن الجاستريك أسد سيكريشن هم بيعملوا إيريفيرسبل كوفيلنت بوند مع الهايدروجين بوتاسيوم اتيبيز انزيم اللي بيعتبر آخر مرحلة في إنتاج أو السيكريشن بتاع الجاستريك أسد فبالتالي بيمنع الجاستريك أسد سيكريشن وهو بيتارجت السلزة دي بالتحديد وبيمنع آخر خطوة فيها فيعتبر من أحسن الأدوية اللي بتعالج الألسرز أو اللي بتعمل انهيبشن للجاستريك أسد سيكريشن لأنها ملهاش صايد إفكتس كتيرة غير مثلا لما يتحكم في خطوة أعلى ممكن تكون مسؤولة عن كذا حاجة مش بس الجاستريك أسد سيكريشن لكن لما ترجط آخر مرحلة في الجاستريك أسد سيكريشن يبقى أنا سيلكت في أكتر تمام؟ يبقى أنا السايد إفكتس بتاعتي أقل لأن أنا متترجط على سلزة معينة وإنزيم معين وخطوة معينة تمام؟ البمب دي بتعمل إكس تشينج للبوتاسيوم أينز مع الهايدرونيوم أينز بتدخل البوتاسيوم أينز إنترا سيليلر وبتطلع الهايدرونيوم أينز وبالتالي بتساعد في الجاستريك أسد سيكريشن وده اللي بيعمل له إنهيبيشن البروتون بومب إنهيبيتورس طيب سواء في حالات الإكسسيف جاستريك أسد سيكريشن أو في حالات الجيرد بيبقى فيهم أسد سيكريشن عالي أو الأسد سيكريشن ده عملي مشكلة بسبب الارتجاع اللي في المريء فبيبدأ يطلع المريء ويعمل لي التهابات ويعمل لي حموضة في الحالة دي أقدر استخدم البيبي آي أو في حالة الإيتش بايلوري اللي هي تعتبر بتعمل إنفلميشن وبتزود بتأثر على البومب دي وبتزود الجاستريك أسد سيكريشن فبالتالي أقدر إن أنا أستخدم بردو البيبي آي في الإراديكيشن طيب إيه الـ common adverse effects بتاعت البيبي آي الممكن يعمل gastrointestinal disturbance لأنه بيأثر على البي أتش طبعاً وبيعمل أحياناً هادك ولكن المين side effect بتاعته إنه طبعاً بما إنه بيقلل بيزود البي أتش بتاعت المعدة المعدة يعني بيقلل الجاستريك أسد سيكريشن وإحنا عارفين إنه الأسيديك ميديم بتاع المعدة دا يعتبر أسيديك باريير بيعمل بيعمل إنهيبشن للبكتيريا الجروف فبالتالي لما يجي ألغي الأسد باريير دوا وأعلي البي أتش بتاعت المعدة ممكن أدي فرصة لبكتيريا الجروس وخصوصاً الكلوستريديم ديفيسل يعني أكتر side effects الكومن في البي بي آي هي الهايبو ماجنزيمية بتقلل الماجنزيم وبالتالي ممكن تأدي لديتاني وممكن تأثر على الهارد ريت وتعمل فنتريكولر أريزمية بس طبعاً دي في الحالات الـ prolonged treatment يعني لازم يكون البيشنت قعد أخده لفترة طويلة جداً عشان يبدأ يبان عليه التأثير الكبير قوي ده للهايبو ماجنزيمية ويكون أدى بقى للتدهور الحالي قوي إنها عمل التيتاني أو فنتريكولر أريزمية ده في حالات الـ prolonged treatment بما إن كمان الـ ppi بتزود الـ gastric pH فبالتالي بتأثر على الأدوية اللي أو العناصر اللي امتصاصها بيلزموا acidic pH زي إيه؟ زي الـ vitamin B12 والـ iron والكالسيوم عشان كده ممكن تعمل osteoporosis ده برضو في حالات الـ prolonged treatment أو العلاج لفترات طويلة بالـ ppi كمان بتتعرض مع بعض الأدوية اللي برضو يعني لازم لها لامتصاصها الـ acidic medium زي بعض الـ antifungal drugs أو antifungal medications زي الكيتو كونازول بس أشهر الأدوية اللي بتتعرض مع الـ proton pump inhibitors وبالتحديد الأوميبروزول أو أكترهم يعني عليهم هو الأوميبروزول هي الأدوية اللي الـ activation بتاعها بيحتاج الـ cytochrome P450 تمام وحنا عارفين الأدوية دي كتيرة ولكن أهمهم وأخطرهم هو الـ clopidogrel أو اللي هو البلافيكس الـ clopidogrel ما ينفعش يتاخد مع أوميبروزول لإنه الأوميبروزول هيقلل الإفاكت أو الـ antiplatelet effect بتاع الـ clopidogrel وبما إنه clopidogrel ده دوا يعني مهم جدا وبيتاخد في حالات مهمة جدا فلازم نخلي بالنا من الـ interaction ده الدوز بتاعة الـ PPIs زي ما احنا شفنا موظم الـ PPIs موجودة في تركيز 20 ميلي جرام أو 40 ميلي جرام أو في البعض يعني منهم بيبقى موجود في تركيز 10 ميلي جرام بس الأكثر شيوعا هما الـ 20 ميلي جرام أو الـ 40 ميلي جرام ونجور على المعتادة بتاعته يئمة قرص 20 ميلي جرام once daily مرة واحدة في اليوم وده من ضمن المميزات بتاعتهم لأنه هما بيمنعوا الـ acid secretion أو الـ gastric acid secretion لمدة 18 ساعة فهم يعني يعتبروا ممتدين المفعول أو مفعولهم بيفضل فترة طويلة لأنه عشان الجسم يكون إنزايم جديد ويعمل gastric acid secretion تاني لازم ياخد وقت بياخد وقت حوالي 18 ساعة لأن احنا اتفقنا إن هو بيعمل covalent irreversible covalent mond مع الـ hydrogen potassium ATPase enzyme ويفضل إن هو يتاخد على معدة فاضية فيه كتب بتقول يتاخد مع الأكل عادي وفيه كتب بتقول لا لازم يتاخد على معدة فاضية لكن هو الصح يعني أو الأصح إن هو يتاخد على معدة فاضية لأنه فيه studies إنه الفود بيقل الامتصاص الأدوية دي بالنسبة 50% فطالما فيه studies بتقول كده يبقى خلينا مع الرأي اللي بيقول إن هو على معدة فاضية ويفضل إنه يكون صباحاً تمام؟ يعني يتاخد قبل الفطار زي ما اتفقنا الـ protein pump inhibitors من الأدوية الآمنة وملهاج side effects كتيراً من ضمن side effects اللي احنا ذكرناها الـ hypo-magnesinia ده طبعاً في حالات الـ prolonged use أو لو patient قاعد مستمر عليه أكتر من سنة فالمونيتورينج بتاعه مش أكتر من إن أنا بتابع مع الـ patient هو حاسس بتحسن على الـ PPI يبقى تمام ولو فضل مستمر عليه الفترة طويلة محتاجين إن احنا نشيك الـ serum magnesium levels عشان نتطمن إنه ما حصلش hypo-magnesinia وتكلمنا عن الـ cost بتاع الـ trade names تقريباً كلها وعرفنا إنه هي نسبياً بالنسبة للمرض اللي هو بيعالجه الـ ulcers بقية الأدوية الـ available للعلاج الـ ulcers يعتبر إنه هو سعره عالي شوية لكن هو still في المتناول يعني نصيحة أخيرة في الـ patient counseling لو الـ patient اللي جايلك ياخد الـ PPI ده هو بياخده علشان يعمل eradication أو يعالج H-pylori طبعاً الـ H-pylori ده زي ما اتفقنا دي بكتيريا فهي تعتبر infection فأنا عشان أعمل لها eradication لازم أعمل تحليل قبلها أتأكد إن هي موجودة ولازم بعمل تحليل بعدها عشان أتأكد إن هي حصل لها eradication وم بيتش موجودة طيب الـ patient اللي بياخد PPI ده بعد ما ياخدها عشان يروح يعمل testing تاني ويشوف هل هو خف من الـ H-pylori ولا لا لازم يكون وقف الـ PPI لمدة أسبوعين على الأقل قبل ما يعيد التست بتاع الـ H-pylori لأنه لو فضل مستمر على العلاج وراح على طول يحلل تاني يشوف الـ H-pylori negative ولا positive ممكن تدي له false negative result يعني ممكن يكون لسا ستيل عنده وما خفش بس بما إن هو بيستخدم PPI فيدي له false negative result وخلي بلكو الحالات دي ممتشرة جدا 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 يعني دايما patient كده يبقى عنده H-pylori ويروح يحلل للأسف محدش قاله النصيحة دي فيروح يحلل عادي فيطلع له false negative فيفتكر إن هو خف ويوقف العلاج وبعد شوية يرجع لك تاني ويقولك إيه دا يا دكتور ده أنا H-pylori رجعت لي تاني وأنا ما خفيت شوية بس بسبب القصة دي إن هو عمل التحليل من غير ما يوقف الـ PPI قبليها باسبوعين علشان كده النتيجة طلعت مش مزبوطة في النهاية أتمنى إن تكونوا استفدتوا من الفيديوز ياريت تسيبوا لي تعليقاتكم وتتفعلوا مع الفيديوز تعملوا لايك وتعملوا شير علشان أقدر أكمل واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي